مشاورات واجتماعات أجرتها مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت مع السلطات العراقية المتمثلة بالرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى المتظاهرين السلميين وممثلين عن النقابات في محاولة منها لإيجاد حلول للأزمة التي تعصف بالبلاد من خلال خارطة طريق ترضي جميع الأطراف ومبادئها تنطبق على الجميع أهمها حماية الحق في الحياة ضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير ضبط النفس في التعامل مع التظاهرات وعدم استخدام الذخيرة الحية والفتاكة مسألة الجناة وإنصاف الضحايا الأمم المتحدة اقترحت أيضا إجراءات فورية لامتصاص نقمة الشارع العراقي على الحكومة والشروع بتنفيذها أهمها الإفراج عن جميع معتقلي الحراك إيقاف الملاحقات الأمنية بحقهم بدء تحقيقات ومحاكمات بحق مرتكبي الانتهاكات دعوة كافة الأطراف الخارجية لعدم التدخل واحترام سيادة البلاد كما اقترحت إجراءات قصيرة المدى فحملت بنودا ثلاث أهمها الإصلاح الانتخابي إصلاح قطاع الأمن ومحاربة الفساد وثيقة الأمم المتحدة عرضت أيضا إجراءات متوسطة المدى لمناقشة مطالب المتظاهرين تمثلت باستمرار لجنة تعديلات الدستورية بمراجعة الدستور وطرح أي تعديل لسفتاء الشعب ومساءلة ومحاكمة جميع المسؤولين الذين يثبت فسادهم وسن قوانين جديدة أهمها من عين لك هذا قانون المحكمة الاتحادية قانون الضمان وحلوا أزمة السكن وغيرها